اشتركوا في القناة في هذه المنطقة من الرسم البياني وأن النموضج المثلث قد اكتمل هناك احتمالية لوجود اتجاه صاعد على شكل موجة C في رسم البياني الذي تشكل مع الأخذ في الاحتبار أن هنا موجة صعودية قد بدأت في هذه المنطقة من الرسم البياني وتمكنت من المرور عبر صف الموجة T وأيضا على طول خط الاتجاه البيدي فمن المحتمل جدا أن تكون موجة C قد بدأت وأي تصحيح يطلب ذلك مكان في رسم البياني ويمكن أن يستمر في الاتجاه الصعودي بعد ذلك حسنا وفقا لهذا السيناريو من المتوقع أنه بعد اكتمال نموضج التصحيح الحالي والذي سيكون عند مستوى 61.8% أو 78% يمكن أن يستمر الاتجاه الصعودي في رسم البياني وقد يستبرخ تصحيح بعض الوقت وقد لا يصل إلى نطاق الطيبوناتش المحدد وبعد اكتمال النموضج سيتم استمرار عملية التصحيح في هذه الحالة من الضروري أن يتجاوز السعر نطاق المقاومة المحدد في مرحلة الأولى وإذا تجاوز هذا النطاق فيمكنه مواصلة الاتجاه الصعودي في رسم البياني والذي من الممكن أن يترافق مع تقلبات في هذا الاتجاه الصعيد حتى يستمر مستوى 78% في الحركة وفي هذا النطاق وبحسب شكل الاتجاه الصعودي إذا كانت الموجة الصعودية قوية فمن الممكن أن تتجاوز مستوى 78% وتستمر في الاتجاه الصعودي في رسم البياني حسناً إذا تجاوز الاتجاه التصحيحي المحدد هنا مستوى 78% فسيكون ذلك إنذار وتحذير للاتجاه الصعيد الذي قد يكون مهماً في الاستمرار الاتجاه المتحدد إذا تمكن من تجاوز نطاق فاعل موج الإي فيمكن إلغاء اتجاه الصعودياً وتفيد الاتجاه في رسم البياني في هذه الحالة سيتم مسح الاتجاه الصعودي الذي كنا ننتظره ويمكننا أن نرى اتجاهاً تصحيحاً في رسم البياني والذي يمكن أن يتضمن أدة سيناريوهات في رسم البياني السيناريو الأول هو نموضج مركب مزدوج ويمكنه الاستمرار في التحلق بهذه الطريقة على رسم البياني وإنه بعد اكتمال هذا الاتجاه الصعودي الذي تم تحديده بهذه الطريقة يمكننا أن نرى نموضج تصحيح في رسم البياني والذي على أغلب لن يتمكن من تجاوز نطاق الدعم هذا واستقراره ويمكن أن يتقلب في هذا النطاق وإذا تقلب السعر فوق 78% و61.8% وتمكن من تجاوز نطاق صخفه الثانوي فسيتم إصدار تأكيد اتجاه الصعودي على رسم البياني أتمنى أن يكون هذا الفيديو التحليم مفيدا لكم وإذا اندقاء إلى تحاليل التالي